أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن أخبار اتفاق التهديئة بين التحالف بقيادة السعودية وميليشيا الحوثي قالت مصادر إعلامية أن انفاوضات تجري بين السعودية وميليشيا الحوثي لبحث تهديئة عسكرية بين الطرفين وبحسب المصادر فإن لجنة سياسية وعسكرية جرى تشكيلها بين السعودين والحوثيين للبحث في إجراءة وقف القتال على الحدود ووقف الغارات الجوية وكانت مصادر سياسية قد ذكرت في وقت سابقا اتصالا مباشرا جرى بين نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وبين رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لعلى للحوثيين مهدي المشاط نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين هل تنجح مفاوضات التهديئة بين الميليشيا والمملكة وما هي الأسباب التي دفعت السعودية للرضوخ والحوار المباشر مع الميليشيا بعد نحو خمس سنوات من الحرب يبدو أن هدف استعادة الشرعية اليمنية لم يعد من أولويات التحالف وربما تمضي الأحداث باتجاه مغاير تماما في ظل تقارير تتحدث عن أن اتفاقا سعوديا حوثيا على التهديئة العسكرية يوشك على الاكتمال قريبا تهديئة من المفترض أن تلزم التحالف بوقف غاراته على مواقع وأهداف الميليشيا في المحافظات مقابل أن يتوقف الحوثيون عن استهداف المواقع السعودية فيما يسمى الحد الجنوبي تحركات لم تكن وليدة اللحظة بل نتيجة لقاءات واجتماعات سرية منذ أكثر من سنتين في ظهران الجنوب توجت مؤخرا باتصال بين نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وبين القيادي البارز مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا تقول التقارير أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من الطرفين لخفض التصعيد وصولا إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار بين الأطراف على الحدود السعودية اليمنية هذا الاتفاق يأتي بعد أسابيع من إعلان الميليشيا مسؤوليتها عن قصف أرامكو وهو الأمر الذي نفته الرياض موجهة أصابع الاتهام إلى إيران الحليف الإقليمي للميليشيا ليعقبه تقديم الحوثيين مبادرة لوقف استهداف المصالح السعودية يوما بعد آخر يقترب الحوثيون من تحقيق الهدف الأهم بالنسبة لهم وهو نيل الاعتراف بهم من الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها السعودية ما يمكنهم من تعزيز سلطتهم في حين تبدو السلطة الشرعية أبرز الخاسرين أبدأ النقاش مع ضيفنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودة أهلا بك سيد عبد الناصر أهلا بك سيد عبد الناصر أهلا بك سيد عبد الناصر هذه الحلقة مخصصة للحديث عن أخبار اتفاق التهدي بين التحالف وميليشيا الحوثي هناك مصادر تتحدث عن مفاوضات بين الطرفين ومصادر أخرى تقول أن هناك انتصالة تجري اليوم ما بين السعودية والحوثيين بالنسبة لك سيد عبد الناصر بداية ما توصيفك لما يحدث اليوم بين السعودية والحوثيين في البداية علينا أن نتأكد أن هذه المعلومات صحيحة لأنه كل ما يصدر هو عبارة عن أخبار بتتداول لكن ليس هناك من يؤكد صحة هذه الأخبار وعلى العموم هناك ضغوط كبيرة على السعودية من الدول الغربية بأن تتفاهم الحوثيين بأن تهدئ الأوضاع خاصة بعد أن انكشفت بعد هجوم أرامكو والرفع القطال الأمريكي عن حمايتها لهذا الأسباب قد يكون هناك شكل من أشكال الاتصالات نقول ليس المفاوضات ربما الاتصالات هناك أيضا أطراف في داخل السعودية من المحسوبين على النظام الملكي في اليمن السابق أيضا يقوموا بدور الوساطة بينهم وبين الحوثيين أو التواصل بينهم وبين الحوثيين من فترة طويلة لهذا من الممكن أن تكون هذه الاتصالات موجودة لكن ماذا يعني ذلك هل سيقربنا من حالة السلام في اليمن أم سنقلنا إلى مربعات جديدة هذا هو المربعات جديدة للحرب أشكال أخرى للحرب السعودية تحت الضغوط الخارجية تحت الضغوط الفشل في تحقيق إنجازات على الأرض ربما هناك داخل النظام السعودي نفسه من يضغط بتغيير المنهجية في التعامل مع الحوثيين ومع الوضع في اليمن قد تلجأ أو قد تضطر إلى هذه التفاهمات أو هذه التواصلات مع الاتصالات مع الحوثيين لكن لا أعتقد بأن المسألة ستحدث نقلها استراتيجية وتغيير نوعي لا زالت ستستمر الأوضاع في اليمن أستاذ عبد الناصر إنعكاسات هذا الاتفاق إن كان موجود بين السعودية والحوثيين ليست واضحة؟ هل يمكنك قراءة إنعكاسات هذا الاتفاق على الملف الأزمة اليمنية؟ يعني لا نعرف كيف ستنعكس بقدر ما الشيء الذي متأكدين منه بأنه الوضع في اليمن ليس هناك من ظروف موضوعية لحالة السلام في اليمن الأطراف المتصارعة أصبح كل طرف لديه على الأقل منطقة يسيطر عليها ونحن هنا نتحدث عن الحوثيين وبعض الأطراف الأخرى التي هي في الضفة الأخرى لكن ليس هناك من إمكانية لهذه الأطراف بأن تتوصل إلى حالة من حالة السلام أو عودة للدولة اليمنية ونظام سياسي يعترف به العالم على الرغم من أن الحوثيين يشتغلوا بشكل ممنهج وذكي لإصار رسالة للعالم بأنهم جاهزون لأن يكونوا جزء من أي حكومة شراكة لكن من يعرف طبيعة الحركة الحوثية يدرك تماما بأن هذا يعني بأنهم يقبلون بأن الآخرون يعتون ليعملوا تحت سلطتهم لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا جزء من عملية شراكة سياسية حقيقية لهذه الأسباب أعتقد الأوضاع فقط في اليمن هي تتحرك من تشل إلى تشل كون السعودية منذ البداية فشلت في تحقيق أهدافها في الوقت المطلوب وفي الظروف السانحة التي كانت سانحة لها منذ خمس سنوات تقريبا هي الآن الظروف لم تعد سانحة عندما بدأت الحرب كان هناك تحالف إلى حد كبير من عدد من الدول وكان هناك وجود دعم عربي إقليمي وحتى دولي لكن بعد أن فشلت وبعد أن أصبحت وحيدة الآن مع الانسحاب الإماراتي بعد أن فضلت الإمارات أن تنأى بنفسها لتنجو أيضا من لعنة اليمن وتداعياتها على أمنها وعلى وحدتها وبالتالي أصبحت السعودية هي دولة وحيدة لم يعد لديها شريك إقليمي أيضا الأشركات الدوليين منذ البداية لم يكونوا سيد عبد الناصر سأعود لك بشيء من الاستفادة لنتحدث عن استراتيجية السعودية في هذه المرحلة والتحولة فيها لكن نشرك معنا بالنقاش من العاصمة السعودي الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداش أهلا بك سيد عبد العزيز أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم سيد عبد العزيز بداية كيف تنظر إلى واقع التهدئة بين السعوديين والحوثين في هذا التوقيت شفل التهدئة بشكل عام حصلت سابقا وقد تفاوض الحوثين مع السعودية بشكل مباشر بعد الحرب ممكن بربعة شهور إلى خمسة شهور كانت محادثة الظهران الجنوب وتحرك محمد عبد السلام وقد حوثي رفع المستوى إلى السعودية وأكثر من مرة يعني ليست المرة الأولى لكن كان الحوثي في ذلك الوقت في حالة اتقال الهزيبة أو للعبادته لكن الآن الوضع مختلف جدا مثلا الكعب الحوثي حاليا عالي لكن أي هدنة دون أفوك سياسي للحل هي تأجيل للحرب لتنفجر مرة أخرى الهدنة أو اليابانيين بشكل عام قد من لهم من الحرب يعني بجميع تصائلهم سواء الحوثين أو غيرهم قد من لهم من الحرب جميعا كما أن المجتمع الإقليمي قد أنهكته الحرب المجتمع الدولي برضو أصبحت تمثل الحرب في اليمن عب إنساني عليه وعب أخلاقي فالضغوط الدولية والإقليمية وحتى الشعبية في اليمن مع توقيف الحرب أو على الأقل هدنة لكن دون أفوك سياسي للحل أي حرب في العالم ضروري تنتهي بحل سياسي طيب أستاذ عبد العزيز هناك من يوصف ما يحدث الآن من التواصلات ما بين السعودين والحوثين أنها رضوخ سعودي لميليشيا الحوثي وأنت قلت أنه الآن هناك ربما الكعب الحوثين عالي ربما في هذا التوقيت وهذه المرحلة برأيك إذا كنت أنتفق مع هذا التوصيف ما أسباب الرضوخ السعودي اليوم؟ هو ليس رضوخ بالمعنى الحرفي للرضوخ السعودية برضو أنهكتها الحرب يعني للفترة طويلة من الزمان أيضاً يبدو لي أن السعودية وغيرها لن يعود يطلب الشرعية الشرعية نفسها شرعية ذاتها الشرعية نفسها مشتتة يعني أشتغل لك الحوثي راحاً من بداية الحرب على إطالة زمن الحرب الإطالة هذا تعني استنزاب أخلاقي ومادي للسعودية والتحالف بشكل عام طول زمن الحرب يؤدي إلى تخلقه الاجتماعي وإلى تغير التحالفات الداخلية طول أمد الحرب الذي راحاً عليه الحوثي يؤدي إلى تغيرات الموقفة الإجليمية والدولي ولعل الجميع لم يكن يدرك هذه الحقيقة ضعف إلى أنه أصبحت المشكلة لم تعد إنقلاب صناعة فحسب أن لدينا إنقلاب آخر في عدد وأصبحت القضية اجتماعياً وإقليمياً ودولياً مع إيقاف الحرب التهديئة أنا عندما أقول لك قبل كذا كان الحوثي والطرف الأضعف الآن الحوثي أصبح قوي خصصاً مع تغفل جبهات لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات حقيقة التهديئة ليست جديدة التهديئة قائمة من طرف الشرعية ومن قبل السعودية ومن قبل التحالف الحوثي هو ومن يهاجم في جميع الجبهات منذ 2016 يعني لم تعد هناك أي جبهة شغالة أو تهاجم الحوثي أو تشغل الحوثي الآن الحوثي هو من ينفرد الجبهات وعلى سبيل المثال المعركة التي حصلت في كتاب الشهر الماضية السؤال أسبوع هذا في معركة الملاحظ في معركة في باقم في معركة برضو في البق والحوثي يحقق تقدمات يعني لا أقول الجبهة الكل الآن منتظر الحوثي بني هجوم يهاجم الضالة ويهاجم في كل مكان بينما القوات الشرعية أو القوات التابعة على التحالف منتظر هجوم الحوثي أعتقد أبنى السعودية هي قد أدركت أنه لا يمكن يعني وأعتقد في تصريحة سياسية للجائدة السعودية على الحوثي جزء الشعب لكن سيب هذا كله على جمد ما الذي سوف يحصل في البترة القادمة المشهد القادم الحوثي يرى هنا الآن على إضعاد الطيران العربي سواء كان السعودي أو الإمارات إضعاد من المشهد اليمني وبحيث توقف الحرب الخارجية ويبدأ يقول نحن اليمنين نتصافع مع بعض أو نتفق مع بعض أو نسد مع بعض هنا الحوثي سوف يمفرد في الجبهات الداخلية وسوف تتآكل أمامه جبهات الواقرة هذه الرغبة الحوثية هل يمكن أن توافق عليها السعودية وفق صفقة ما لا ليس الصفقة قال في نهاية المطافة السعودية ملتنا الحرب وملتنا الحرب والوضع الوضع الدولي والإقليمي يعني مع توقف الحرب هذا فالسعودية مع المجتمع الدولي سوف يقوم بعمل مؤتمر السلام خلال مؤتمر السلام هذا وخلال مرحلة طويلة الأمام الحوثي هنا سوف يعطل الجبهات الجبهات والجبهة بشكل منفرد سنتحدث عن فرص نجاح أي اتفاق قادم أعود للأستاذ عبد الناصر المودع كنت تحدث عن استراتيجية السعودية والمتغيرات الحاصلة الآن في الملف اليمني مؤخرا برأيك لماذا تحولت اليوم السعودية من الاستراتيجية التي كانت تعلن عنها دائما قطع أذرع إيران في المنطقة إلى استجداء الميليشيا التي تدعمها إيران في اليمن والدخول معها في التفاوضات أولا تحيي الله خب العزيز يعني الإجابة باختصار أنها تشلت في القضاء على الحركة الحوثية وهذا الهدف لا يعني بأنها تخلت عنه ولكن لأنها تشلت وبالتالي أيضا الضغوط الكبيرة عليها هناك لا أقول أن هذه خطوة استراتيجية من قبل السعودية قد تكون هي خطوة ونوصفها بتغير تكتيكي بمعنى أنها تراهم أيضا على أن هذه الضغوط عليها ربما تكون وقتية ربما تراهم بأنها ستحدث شيء سيحدث شيء ما على الأرض لكن كل الأمور تشير بأن الأوضاع هي تزداد تعقيدا في اليمن والسعودية تزداد انغماسا في المسوق على اليابني وإيران هي المستفيدة من كل ما جرى ما يسمى الشرعية فقدت كل مقوماتها الأخلاقية والسياسية والعسكرية بشكل عام وأصبح أداءها ضعيف جدا وباهت هناك قوى جديدة ضعيفة أيضا وتخلق مشاكل كالانفصاليين في الجنوب والجهويين في أكثر من مكان هناك المشكلة الإنسانية وضغطها الكبير على السعودية بالإضافة إلى أن الحوثي أيضا أصبح في وضع أسكري أفضل بكثير مما كان عليه في السابق لهذه الأسباب كلها ربما فقط ما تقوم به السعودية هو أقرب إلى المناورة لا أعتقد بأنها تغير استراتيجي لأنه ليس من مصلحة السعودية أي توقف للحرب مثل الظروف الراهنة هو هزيمة للسعودية ولا أعتقد بأن السعودية وصلت بروفها إلى أن تقبل بالهزيمة توسع الدو ناصر بما أنك أن تقول أن السعودية لن تتخلى ولن تقبل بمرحلة اللاحس في اليمن سأعود لأسألك عن هل تنازلت السعودية عن مسألة استعادة الشرعية لكن نشرك معنا بالنقاش من المملكة العربية السعودية المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر أهلا بك سيد سلمان أعلم سلام سيد سلمان هناك أنبات تتحدث اليوم عن اتفاق بين السعودية والحوثين للتهدية العسكرية ما الأسباب التي دفعت السعودية للذهاب نحو هذا المنحة في البداية حييك وحيي ضيفك حيي السادة المشاهدين والسيدات سيدي أنا قبل هذه الأسباب وقبل ما أنا استعرض الأسباب لا صحة لما ورد أو لما يتم تناقله أولا المملكة العربية السعودية عزيزي ليست طرق المشكل هي جزء من التحارف العربي الذي أتى لدعم الشرعية في اليمن ما يجير أو يجيرها الإعدام الحوذي أو ما نقله ناطق الحوذيين بأن هناك تهدئة أو ما شابها ذلك هذا الشأنهم هم عندما يحسون بالأزيمة ويشعرون خسارة الكبيرة في صفوههم يحاولون استعادة قوتهم أما بمماطلات أو بطلب هدن أو بإرسال رسائل مباشرة أو غير مباشرة بأنهم يوقفون عملياتهم الحربية أو ما شابها ذلك ما حدث قبل يومين هناك مصرع قائد بلواء الصمان في صعدة قبل يومين تحديدين قم الاثنين الماضي أيضا هناك سقوط عدد من حناصر الميليشيات الحوذية في صعدة في أيدي الشرعية فقدت الميليشيات الإنقلابية في صعدة عدد كبير من حناصرها مدينة السلم وأنفسهم عنوة وبكل يسر للقوات الشرعية ما يحدث الآن من محاولات إعلامية قطرية سعودية إيرانية لبنانية لأن هناك من تحت الطاولة مفاوضات بين السعودية والسعودين المملكة العربية السعودية كما عشت سابقا ما الذي يمنع المسؤولين السعوديين سواء كانوا متحدثين سياسيين أو عسكريين من الظهور على أي وسيلة إعلامية السعودية ونفي هذه الأخبار وهذه الترويجات كما تقول لاتفاق سعودي حوثي ما الذي يمنعهم اليوم من نفي ذلك سيدي عندما يستدعي الأمل يضح أمرا ما مثل هذه الأمور لا تهم أبسط البشر ولا ينظر لها بأي اهتمام وهي في الأخير تعتبر مناورات إعلامية حوذية كطرية إيرانية وهذا الأمر معروف منه خمس سنوات هناك في أحد الأخبار على وكالات عالمية مصادر سياسية تتحدث عن اتصال حدث بين نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والمشاط رئيس ما يعرف بالمجل السياسي الحوثين يعني يمكن حتى نفيه بتغريدة على تويتر من الأمير خالد الأمير خالد أكبر من أن ينزل إلى هذه المهاترات يعني المشاط في الأخير هو طرف إرهابي ضمن قائمة إنكلابية في اليمن أنقلبت على الشرعية وهي في الأخير إصابات إرهابية لم ينزل لا سبوء الأمير خالد بن سلمان ولا حتى نعطق الحالث ولا غيره إلى مصر على المشاط المشاط في الأخير يتزعر إصابات كرهابية إنكلابية في اليمن ولا يمكن أن توزن الأمور بإحساس إرهابية يعني 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 يجب أن نترك الأخير في موازينها وأن نعطق الأشخاص مكانتها طيب عد للأستاذ عبد العزيز الهداش أستاذ عبد العزيز ما يصفه البعض بارضوخ السعودي للحوار مع ميليشيا الحوثي يقول الأستاذ عبد الناصر المودع أن ما يحدث ربما وهو يقرأ تعامل وطعات السعودية في هذه اللحظات مع ما يروج له على أنه ربما قد تكون مناورة سعودية وأنها لا يمكن أن تتخلى عن مسألة استعادة الشرعية لكن أين هي اليوم الشرعية مما يحدث من اتصالات ربما إذا كانت موجودة لماذا تغيب الشرعية برأيك أولا قبل كل شيء ذكرت لك محمد عبد السلام في بداية الحرب يعني بعد ستة شهود وصل إلى ضارة الجنوب فأنا أعتقد أن وكان الأدر معلن وغير مفري وكان سعي لحل سياسي وبعدها كان في القويت المهم وأعتقد أن أنه لا توجد الآن محادثات مباشرة أو غير مباشرة يعني حسب معلومات لي أنت معارك قبل يومين على الحدود السعودية في جبهة الملاحظ بالذات وهناك شهداء سعوديين قبل يومين يعني والخبر هذا المحادثة السعودية الحوثية طلع الخبر أمس وأعتقد أنه غير صحيح يعني بالنسبة لي حسب المعطيات العسكرية لأنه في اشتباكات في جبهة باقم وهي جبهة حدودية وفي جبهة الملاحي فأعتقد أنه الخبر غير صحيح لكن لا يمكن أن ننكر أو نتجاوز أن المملكة العربية السعودية تتعرض لضغوطها إلى سواء محلية يعني على مستوى الشارع الأفوض على مستوى الإقليم وعلى مستوى المجتمع الدولي فقد القيادة في السعودية تعطي فرصة للمحادثة للسلامة الداخلية إذا جهز التعبير أو لعمل مؤتمر سلام أو لإقامة الحجة على الحوثي بمعنى أنها تقول ها نحن أعطيناكم هدنة لا هذا عما أعطيناكم هدنة والحوثي هو الذي رفض الهدنة أنا أقول ربما لكن حسب معطيات المعارك حاليا على الحدوث لا تجدهدنا لا تجدهدنا وإذا حصلت محادثات أو في صنوة في الحوثي كما وصل في عام 2015 إلى ظهران الجنوب ويكون حاجة معلدة من فوق الطاولة بالنسبة للشرعية أنا سبقا قلت لك أن أداء الشرعية أداء الشرعية ضعيف جدا والأخ عبدالناصر يتكلم في نفس الموضوع أداء الشرعية ضعيف جدا وربما أنك لو التقيت بعض المسؤولين حق الشرعية سوف تستغرب من موقفهم بعضهم لا يعلم عن الحرب أي شيء ولا يهمهم إلا استثماراتهم في الخارج ومشتتين يعني في كل بقاء العالم أدأت كلك على سبيل المثال للحص محافظة تعز لماذا لا يعود إلى المحافظة هذا فقط على سبيل المثال المحافظة محررة ومقرر المحافظة محررة وكل شيء محررة لماذا لا يعود إلى مقرر المحافظة هذا كمسؤول صغير لماذا لا تعود الحكومة إلى ماذا لا يتحرك رئيس الجمهورية الحرب الحرب تريد وقرر أشكرك جزيلا نسو عبد العزي الحداش المحلل العسكري كنتمعنا من رياض أعود للأستاذ سلمان عسكر أستاذ سلمان هناك اليوم من يتساءل السعودية لم تتمكن من حسم الملف العسكري في اليمن وأنها أصبحت تعيش ربما نوع من التوهان في الأزمة اليمنية ردك تسمعني سلمان أي نعم أعيد السؤال سؤال عن عدم تمكن السعودية من حسم الملف العسكري في اليمن جعلها تعيش حالا من التوهان ربما ولذلك تأتي دائما عليها الكثير من الضغوط المفروضة من المجتمع الدولي فيما يخص الأزمة اليمنية بال dance المملكة العربية السعودية لا تعيش أي تيهال كما أصبت و المملكة العربية السعودية أتت ضمن مجموعة التحالف العربية لإستعادة الشرعية في اليمن وهي من تسمع بهذا الأمر حتى تحرير آخر شدر في اليمن المملكة العربية السعودية كما يتكلم البعض بأنها طرف في الحرب هذا غير صحيح المملكة العربية السعودية هو ما تريده في الأخير يا سيدي هو استقرار اليمن لا وزير الجزاء ولا أحد مندوب ولا لا تتكلم مع الحوذيين هم يروجون لهذا الكلام الحوذيين يردون إلى هذا الكلام ولكن لا يمكن أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى الأكدام هي تنظر إلى فوق التفاهم مع الكبار ولذا أنا أعتقد وأجزلك وللسادة المشاهدين بأنها مع الشرعية والشرعية ليس لديها إلا المرجعيات التلال لا يمكن أن يحدث هناك أي تراجع عن هذه المرجعيات المرجعيات التلال هي التي أتى التحالف وعاصلت الحزن من عقلها وسوف تستمر وسوف تفرض بإذن الله وسيطرد الحوذي منذ ما أتى لإنقلابها السابق طيب أستاذ عبد الناصر المودع المرجعية الثلاث هي الأساسية والخيار الوحيد المتاح الآن كما يقول سيد سلمان عسكر برايك مع تطورات الأخيرة وطوال مدة الحرب هل يمكن إعادة النظر بالنسبة للمملكة العربية السعودية في مسألة استعادة الشرعية لم يعد هدف أساسي ورئيسي؟ يعني في البداية الهدف السعودي هو القضاء على الحركة الحوثية وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن الذي يهددها هذا هو الهدف الرئيسي أما قضية الشرعية يعني يعتبر الهدف ثانوي وكان يفترض طبعا أنه لن يتحقق الهدف الأول لا بالهدف الثاني بمعنى أن تدعم السعودية سلطة شرعية قوية قادرة على هزيمة الحوثيين وبالتالي ينتهي النفوذ الإيراني وتنهزم الحركة الحوثية كون الأمر لم يتحقق بذلك الشكل لا الشرعية وجدت شرعية حقيقية يعني هذه وجماعتها هذه لا يمثلوا شرعية هو حتى من الناحية القانونية ومن الناحية الشكلية لم يعد لديه من شرعية كما أنه من الناحية السياسية ليس لديه لا حضور سياسي ولا تأثير وهم عبارة عن مستنفعين من الوضع الحالي ومن تم هؤلاء ليسوا صحاب قضية حتى نقول عليهم بأنهم أصبحوا يمثلوا مشروع وطني هذا المشروع الوطني يمكن أن يتأسس على الأرض كواقع كمؤسسات كجيش هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث هذه الشرعية ما دامت لن يحدث هذا الأمر وبالتالي هناك حالة توهان للسعودية ونحن اليابنيين أيضا حالة من التوهان لنا كيبنيين أنكر هذه الحالة سوى سلمان عسكر أشكرك جزيلا سعبد الناصر المودع أختم مع ضيفي من السعودية سلمان عسكر بآخر دقيقة في هذه الحلقة إذا ما أتحدثنا عن موضوع الجنوب هناك تساؤل مطروحة لأن السعودية لماذا ما زالت تلعب دور ضئيل فيما يخص الضغط على الإمارات المتحكمة اليوم بالملف وتقليص النفوذ الأطراف التي تحظى بدعم من الإمارات خارج إطار التحالف العربي سعيد من هذا الكلام وهناك المزايدات عن وجود خلافات سعودية الإماراتية وأن الإمارات تعمل وتعمل هذا مجرد إعنام معارض الاتحالف العربي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هم وجهان تراش وعملهم في اليمن من الاستعادة الشرعية التي هي حذق المهاتيات الأساسية لإستعادتها على ذلك سعيد لا يمكن أن ينظر لها أي كلام الإمارات العربية من قبل بضعة أشهر يؤلم أنها انسحبت في اليمن الإمارات لا تزال في اليمن ولا تقدم الإخاذ لا تزال في المعركة ولا تزال مشاركة وأمام الهدف الرئيسي الذي هو استعادة الشرعية هذا كل ما أعود عنك فيدي والسدى مشاهدي سؤالي كان عن لماذا السعودية لا تلعب دور أقوى ومؤثر في الجنوب المملكة العربية السعودية ليست مع الجنوب ولا مع الشمال المملكة العربية السعودية مع دولة اليمن مع استعادة الشرعية ثم بعد ذلك مع قضية الجنوب هذا الشأن آخر من حق اليمنيين أن يتفقوا بما بينهم بعد تحرير اليمن سؤال أخير سلمان أيهم أولوية لدى السعودية السعادة الشرعية في صنعاء وفي عدن؟ نعم الآن الأولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية استعادة الشرعية من أين من صنعاء ومن عدن؟ لأن الشرعية للأسف سقطت في صنعاء وفي عدن؟ لا تسقط يا سيدي الشرعية لا تزال الشرعية نتكلم عن الشرعية المعترف بها دوليا لا تزال موجودة يعني الآن المعترفة شرعية الحوذي الحوذي انكنابية شرعية إذن ليس هناك أمام الآلم الاعتراف الشرعية المعروضة وهي شرعية هذه أما بعض النبيين يخاولون أن يشققوا بشرعية هذه وأن يقننوا منها فهذا شأنهم وهذا تصيب حسابات شخصية لا يهد من النظر إليها الآن أمام اليمنيين وأمام الشرعية الحكومة الشرعية وأمام الجيش اليمني وأمام التحارف العربي هدف رئيسي واحد وموحد وهو تحرير اليمن أمام العصابات سعودية إيرانية لابد أن تطهر الأرض اليمنية منها ثم بعد ذلك بكل مكان ومكان على ما يقاسم أشكرك جزيلا سلمان عسكر محلل السياسي السعودي والشكر أيضا موصوله ضيف هذه الحلقة من زوايا الحدث في الختم تحية طاقم البرنامج ومنتش حلقات اليوم عبد الرقم بالأبارة